موسيقى طارق سلالة إدريس شكر وخا كان كان اللي ترشح بالواتساب كان اللي ترشح ولكن حنجبنا الترشحات كاملة كيف ممكنوا كيف ممكن الطارقه باش باش ثم سمعنا بأنه أثناء اللي تلقينا سمعنا بأنه كان بعض المرشحين اللي نساحبوا ما كانش عندنا واتقة ما يثبت ذلك سوكيف يتصلنا بهم باش نتأكدوا أخا كانت خرجت في الإعلام ولكن اتصلنا بهم باش نتأكدوا واش نساحبوا فعلا ولا إذن ثلاثة ديال المرشحين أكدوا ان الانسحاب ديالهم ساحب ترشح ديالهم اللي هما أد الكريم بالعتيق محمد بوبكري وشكرا أمام هذو ثلاثة أكدوا وعودوا اتصلوا بشي اكدوا وصافتوا ويعني ذلك الشيء إذن هذو المرشحين الأخرين كان اللي ما حاضرش المؤتمر إذن ما محتاجينش باش نوصلوا عادل مع وخحنا كان عندنا كنا بغينا نديروا شوية ديال ليونة تسترول كان شيء أمور اللي ممكنش واحد اللي يسحب ترشح لا يسحب ترشح واحد اللي ما حاضرش المؤتمر المؤتمر هو اللي يقرر لا في الخط السياسي ديال الحزب ولا في الأشكال التنظيمية ولا في كين الأفكار اللي كانت هو أنه يجبنا مزيد من تشبيب مزيد من التأنيث هذو ضروريين لنفتاح المجتمع بطبيعة الحال يجبنا نوفقه بحالورقة التنظيمية شنو تتقول أننا نوفقه ما بين كون أنه مراضي اللي عندنا مكاين المنتخبين ما يبقاش عندنا هذا الازدواجية لأنه تنولي وفعلا حزب اللي ينجح في الاستحقاقات الحزب يتواجد يتواجد في النقبات يتواجد في الجمعيات يعني في المجتمع المدني كقطاعات يعني عندنا ناس أطباء عندنا مناضلين فهمت أساتذاء أساتذاء جميع القطاعات موحامين إلى غير ذلك يجب أن يتواجدوا في أنت كم ما تتواجد في الحقيقة تتواجد حتى في المهنيين الهدف الذي قويناه هو الحرص على استمرار وحدتنا والحرص على استمرار هذا الإنجاز الرائع لمؤتمر الإبداع والتحدي كما سماه الأخ أنفي شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم